أعربت عدد من قيادات الإصلاح في محافظة صنعاء عن اعتزازها بمسيرة التجمع اليمني للإصلاح وأدواره الوطنية في مختلف المحطات السياسية وهنأت الشعب اليمني كافتان بمناسبة الذكرى الرابعة وثلاثين لتأسيس الحزب ودعت منتسبي الحزب وأنصاره إلى الاحتفاء بهذه المناسبة التي تتوافق مع بلاد ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجهدة أهني نفسي وإخواني في الهيئة العليا للتجمع على من الإصلاح والأمانة العامة وقيادة المكتب التنفيذي بمحافظة الصنعاء بالذكرى الرابعة والثلاثين لتأسيس التجمع على من الإصلاح هذا الحزب الرائد الذي لا يكذب أهله كما أهني أيضا كل قواعد وأعضاء وعضوات التجمع عن الإصلاح في كل المديريات وفي كل القرى وفي كل الجزر كما أهني أيضا الشعب اليمني بهذا الذكرى العظيمة هذا الإصلاح الذي نشأ على حب الوطن هذا الإصلاح الذي ضحى من أجل كرامة اليمن هذا الإصلاح الذي شارك بفاعلية كبيرة في مختلف مجالات الحياة سياسيا واقتصاطيا وعلميا وثقافيا وغير ذلك الإصلاح له دور كبير في نشر الوعي في الجمهورية والثورة والثورة الإصلاح الذي ضحى بكثير من أعضائه في المعركة الوطنية أمام الإمامة الجديدة جماعة الحوثي الإرهابية بمناسبة الذكرى الرابع والثلاثين للتجمع اليمن إلى الإصلاح نبارك أولا لأعضاء ومناصري التجمع عن الإصلاح في كل ربع اليمن ونذكر بعض المناقب لهذا الحزب الكبير الذي بحجم الوطن من مناقبه أنه مدرسة تخرجت منها عشرات الألاف من العلماء والدعاء وطلاب العلم والأكاديميين في كل التخصصات واليمن تشهد بذلك الإصلاح أيضا مؤسسة إنسانية يأوي إليها الجائع فيشبع واليتيم فيكفل والملهوف فيقوى والمؤسسة الخيرية تملأ اليمن التجمع اليمن إلى الإصلاح هو صاحب الصدر الرحب والقلب الواسع الذي يسع كل الكيانات وكل الشرائح ويألف ويؤلف أستغل هذه الفرصة في ذكرى تأسيس التجمع اليمن إلى الإصلاح الذكرى الرابع والثلاثين لأبعث تهنئة إلى كل عضو في هذا الحزب العريك الذي يكرس جهود الضيلة أربع وثلاثين عاما للدفاع عن الوطن والتضحية وقدم آلاف الشهداء للحفاظ على الثورة والجمهورية والوحدة ولا زال يدافع عن الثورة والوحدة والجمهورية يسعدنا في هذا الشهر المبارك الشهر سبتمبر أن نهنى الشعب اليمني كاملا بذكرى تأسيس التجمع اليمن إلى الإصلاح هذا الحزب العليق والعظيم الذي ولد بجوار أو يرافق ذكره بذكرى 6 سبتمبر الذكرى العظيم على الشعب اليمني والذي أثبت هذا الحزب وقوفه مع القضايا الدينية والوطنية منذ تأسيسه إلى اليوم أيام الوحدة وأيام وما يرافقها من الأحداث